ترجمة نانسي قنقر في منطقتنا والمشمولة باتفاقية سايتس البحرين ومن موقعها الجغرافي لم تتباطأ في أن تكون جزءا من اتفاقيات إقليمية ودولية تعنى بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من المجموعات النباتية والحيوانية فضلا عن تبنيها لجملة من القوانين التي تنظم الصيد والتجارة في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والموجودة على مساحتها الأرضية الورشة اليوم تكلم على كيفية تنفيذ اتفاقية سايتس للحياة الفطرية التفاقية هي جزء أساسي من الأدوات الدولية التي تتخذ للحفاظ على الانتقال للحياة الفطرية من بلد إلى بلد لحماية الحيوانات من الصيد الجائر في مكان معيشتهم وكذلك للحفاظ على النباتات مملكة البحرين قطعت شوط كبير تنظيم التجارة الدولية ومكافحة التجارة غير القانونية بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض عنوان عريض لدورة تدريبية بانت قيمتها وأهميتها من ما هي المواضيع التي لم تخرج من دائرة الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامتها تحقيقاً للأهداف التي رسمتها القوانين الوطنية والإقليمية والدولية وتلك التي خط مضامينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور أكرم درويش مدير البرامج في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصندوق الدولي للرفق بالحيوان أوجز بلغة الأرقام حقائق تتعلق بإغاثة الحياة الفطرية ونجدتها عدد الأنواع المدرجة في اتفاقية السايتس التي تنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض إذا علمنا أن من الحيوانات يندرج مئات الأنواع ومن النباتات يصل عدد أنواع النباتات المدرجة في الاتفاقية إلى ثلاثين ألف نوع هذا يعطينا فكرة هامة على مدى تأثير التجارة الدولية تأثير التجارة الدولية على بقاء الأنواع في بيئتها الطبيعية التي وجدت أصلا في توازن عجيب وتوازن دقيق خلقه الله لنا وعي وإدراك وتقدير لذلك الدور الذي تؤديه الحياة الفطرية بشقيها النباتي والحيواني في إحداث التوازن البيئي الذي تنشده الأرض التي نعيش عليها فعناصر البيئة الفطرية لطالما كانت ولا زالت العصب الحيوي الأمثل والأجدر في التصدي لأي اختلال قد يطرأ على معادلة الحياة جراء ظاهرة ما أو كارثة طبيعية قد تحل فجأة دون إشعار مسبق الإيكو سيستم مهم جدا في كل الحياة النباتية والحياة الحيوانية لأنه هو سيستم كله على بعض فلو حصل فيه أي اختلال في حتة معينة يبقى ممكن السيستم كله يقع على نفسه فمهم جدا لحي لازم نحافظ على كل جزء من السيستم ده عشان نخلي توازنه البيئي هناك ضرورة تامة في الحفاظ على الحياة الفطرية النباتية والحيوانية حيث أن كثير من النباتات أو من الحيوانات في داخل المملكة أو في الدول الأقليمية أو العالمية معرضة للانقراض وترك التجارة فيها بصورة بدون قانونية يعرضها إلى أنها تتلاشى تماما على مدار يومين سيتشكل لدى المشاركين فهم أوسع وخلفية شاملة حول أبرز المهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية الفطرية وتعريفهم بأكثر الأنواع تعرضا للتجارة في منطقتنا والمشمولة باتفاقية سايتس فضلا عن تدريبهم على كيفية التعرف على الأنواع المدرجة في الاتفاقية لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر